عزيزي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس الأسماء المنصولة وهو النوع الرابع من أنواع المعارف في اللغة العربية المنصولات في اللغة العربية نوعان إما موصول اسمي وإما موصول حرفي الموصول الاسمي وهو المقصود بالأسماء المنصولة أو هو المقصود في باب الموصولة فالموصولات عندنا فرعان أساسيان الأهم والأوضح والأكثر اهتماما به هو الموصولات الاسمية ثم الموصولات الحرفية الموصول الحرفي ما تعرفه؟ نبدأ بالحديث عن الفرع وهو الموصول الحرفي ما تعرف الموصول الحرفي؟ هو كل حرف أول معاصلته بمصدر أول يعني حمل معناه على المصدر ولم يحتاج إلى عائد يعود إليه لا يحتاج إلى عائد ضمير يعود على الاسم الموصول وهو ليس من أقسام المعارف المنصرات الحرفية ليست من أقسام المعارف حديثنا الأساسي ينصب على الموصولات الإسمية ولكن سبب ذكره هنا للمناسبة فقط بينه وبين الموصول الإسمي من جهة الصلة أي يحتاج إلى ما يكمل معناه ولكن لا تنطبق عليه بقية أوصاف الموصول الإسمي وهو أن يحتاج إلى جملة توضح معناه وإلى ضمير عائد وليس من الأنواع المعارف لأنها حروف والموصولات الحرفية أي الحروف التي تؤول مع ما بعدها بمصدر هي خمسة أحرف أولها أن الساكنة أن الساكنة أن الساكنة النون كقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم فالشاهد هنا في قوله تعالى وأن تصوموا وأن تصوموا هنا أن هنا مصدرية وناصبة للفعل المضارع وتؤول هي والفعل المضارع بعدها بمعنى مصدر والتقدير صيامكم خير لكم فهنا وجه الشبه بين هذا الحرف الموصول وبين الأسماء الموصولة أنها تحتاج إلى ما يكمل معناها ولكن تؤول معه على مصدر فالحرف الأول هو قال قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم والتقدير أي التأويل هناك بمعنى صيامكم خير لكم الحرف الثاني هو أن المشددة مفتوحة الهمزة في قول الله تعالى أولم يكفهم أن نا أنزلنا موضع الشاهد هنا أن نا أنزلنا والتأويل لها أي مصدر مؤول تقديره أولم يكفهم إنزالنا فأن واسمها وقبرها هنا بمعنى المصدر إنزال أولم يكفهم إنزالنا الحرف التالي هو كي في قول الله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج فموضع الشاهد هنا لكي لا يكون والمصدر المؤول من كي وما بعدها تأويله أو تقديره لعدم كون حرج على المؤمنين فكي هنا موصولة موصولة بكلام أتم معناها وهو بمعنى المصدر الحرف الرابع الحرف الرابع من الحرف المصدرية هو ما المصدرية ما المصدرية الظرفية وذلك في قول الله تعالى بما نسوا يوم الحساب موضع الشاهد هنا في قوله تعالى بما نسوا وهنا ما مصدرية ظرفية وبعدها الفعل الماضي والمصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها تقديره بنسيانهم يوم الحساب بنسيانهم يوم الحساب الحرف الأخير وهو لو في قول الله تعالى يود أحدهم لو يعمر فموضع الشاهد هنا الذي وردت فيه لو بعدها الفعل الذي تم معناها به وحملت على معنى المصدر قول الله تعالى لو يعمر والمصدر منها تقديره يود أحدهم تعميرا فالمصدر المؤول من لو الفعل والمصدر الصريح منه تعميرا لو يعمر والمصدر الصريح تعميرا كما كان في الآية السابقة المصدر بما وما بعدها بما نسوا مصدره الصريح بنسيانهم بذلك ننتهي من الموصولات الحرفية وهي خمسة ذكرناها وذكرنا لها أمثلة فإلى موضوع آخر في الأسماء المنصولة ومحاضرة جديدة إن شاء الله فإلى اللقاء فإلى اللقاء